مساء الخير أكدت مصادر مطلعة على خطف الطفل ريان كنعان للأو تي في أن تنصيق حصل بين مختلف الأجهزة الأمنية لأتمام عملية تحرير الطفل ريان والتنفيذ الأخير حصل على يد فرع المعلومات وأضافت هذه المصادر أن هناك تكتم شديد من قبل قيادة فرع المعلومات عن أعطاء أي معلومة أو معطيات خصوصا أن هناك روايات كثيرة وهناك تضارب بالمعلومات وتقول المصادر أن التحقيقات ستستمر باليومين المقبلين وستتضح الصورة قريبا ولكن يبقى الأهم والمهم جدا أن الطفل ريان عاد سالم إلى أهله ولكن هناك رواية تقول بأن المستهدف لم يكن الطفل ريان كنعان بل طفل آخر وأصلا من يعرف قيمة الفدي المالي المطلوبة التي تتجاوز مئات ألاف الدولارات ووضع عائلة ريان الإجتماعي يعرف أن هناك خلل ما في هذا الموضوع المصادر التي أشارت إلى أن الوالد تلقى بالأمس اتصال من الخاطفين طلبوا في فدي مالي كبير جدا لفتت إلى أن هناك توقفات حصلت وصلت إلى سبعة موقفين حتى الساعة بهذه القضية هذا وأنه استخبارات الجيش تنفذ مدهمات بمنطقة الشراوين بعلبك للقبض على مزيد من المطلوبين وعلى الرأس المدبر لهذه العملية وهي أصلا هذه المنطقة التي تم منها تحرير الطفل ريان كنعان بمقابل رجم داخليا تأييد علن أوروبي للقاضي غادعون ريتا نصور أنجليني هنا بعض الداخل يهاجم القاضية غادعون يخونها يتهمها بتنفيذ أجندات سياسية ويصل إلى حد القول أنها فقدت صوابها كل ذلك فقط لأنها تجرأت على إجراء التحقيقات لمعرفة من المسؤول عن فقدان أموال المدعين وتبديد جن عمرهم ومن تلاعب بالدولار على حساب شعب لبناني كامل علما أن هذه الجريمة كلها حصلت على مرأة ومسمع من مجلس النيابي لم يحرك ساكنا لوضع حد لها في الداخل ترجم القاضي عون أما في الخارج فيلقى عملها دعما علنيا قل نظيره من أكثر من نائب أوروبي وليس آخره ما كتبه النائب في البرلمان الأوروبي فابيو ماسيمو كاستالدو على تويتر حيث شكر القاضي عون على حربها الشجاعة ضد الفساد في لبنان مؤكدا أن المعاناة المستمرة لهذا الشعب لا يمكن تجاهلها ليختم يجب أن ندعمها يذكر أيضا في هذا الإطار أن النائب كاستالدو كان منذ شهر يشغل منصب نائب رئيس البرلمان الأوروبي قبله غرد أيضا عضو مجلس الشيوخ الفرنسي جويل جيريو على تويتر وكتب شكرا للقاضي غاد عون على عملها الشجاع علينا أن ندعمها فلبنان سيكون بخطر طالما أن المسؤولين عن الفساد في هذا البلد لم يتم إحالتهم إلى القضاء وختم معاناة اللبنانيين مرفوضة في بلجيكا أيضا لقيت القاضي عون دعما لها حيث أطلق النائب في مجلس النواب البلجيكي مالك بن أشور صرخة طلبا للمساعدة بعدما أعاد نشر تغريدة للقاضي عون وكتب هي صرخة نجدة صرخة عجز في مواجهة بلد ينهار تحت ضربات طبقة سياسية ومالية جشعة وفاسدة دعم كامل للمدعية العامة غاد عون وللصالحين الذين ما زالوا يقاتلون من أجل كرامة اللبنانيين تغريدة النائب البلجيكي هذه أعاد نشرها النائب السويسري فابيا مولينا الذي كان قد زار لبنان أواخر العام 2019 وعاد إلى بلاده مطلقا صرخة مدوية من هناك للمطالبة بالتحقيق بمليارات دولارات اللبنانيين التي هربت إلى مصارف سويسرية كل هذا الدعم يترافق مع ما كان صرح به أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس خلال زيارته إلى لبنان في كانون الأول الماضي حيث اعتبر أن الانهيار المالي في لبنان كان نتيجة بونزي سكيم أو عملية احتيال كبرى وللتذكير فأن هذا الكلام لم يأتي على لسان خصوم الحاكم المركزي مثلا أو الخصوم السياسيين لما يعرف بالدولة العميقة في لبنان بل قاله أحد أرفع المرجعيات الأممية وإذا كان جوتيريس قد قالها بشكل مباشر وعلني فتصريحات عشرات المسؤولين الدوليين تتلقى معه من خلال مطالبتها بالإصلاحات ودعم التدقيق المالي الجنائي الذي يخوض حربه وحيدا رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون ما يؤكد أيضا أهمية التحقيقات القضائية كمدخل أساسي لكشف الحقائق محاسبة المرتكبين ووضع قطار الإصلاح على السكة إذا أكل ما سبق ألا يخجل من يصوب سهامه باتجاه القاضي عون مثبتا أن بعض النواب الأوروبيين أحرص على مصالح اللبناني من حرصه هو عليها ليست غادعون التي فقدت صوابها بل هي التي أفقدت المنظومة صوابها علق مصدر سياسي عبر الأوتيفي إلى ذلك نقل المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى توضحات النائب العام الاستئنافي بجبل لبنان القاضي غادعون حول ما طرح أخيرا عبر الامتيفي وجاء في ميالي إلى ما تقوم به محطة الامتيفي منذ مدة من تهجم ضد وبث افتراءات والقول طارة بأن شاهد زور أو أن فقط صوابي هو ما دعات للاستهجان كونه حاصل فقط على خلفية ملف أنظر فيه وأنا أقوم بأبسط واجباتي المهنية باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وأضافت القاضي عون أن التمادي بهذه الطريقة بالتهجم على قاد على خلفية ملف قضاء بقصد ترهيب يشكل طاني بصميم العمل القضائي وختمت القاضي عون محتفظة بحق بالإدعاء فاصل نواصل بعد النشرة عود لمواصلة النشرة سلسلة مواقف لرئيس الجمهورية العماد ميشيل عون عبر صحيفة الجمهورية من تابع في حديث إلى صحيفة الجمهورية أكد رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون أن لبنان تعطى بإيجابية مع الورقة الخليجية موضحا أن هناك بنودا وفقنا عليها وهناك بنود أخرى تنطوي على نقاط دقيقة اقترحنا أن تتم نقشتها مع لجنة خليجية مشتركة وأشار الرئيس عون إلى أن الرد الأولي للوسيط الكويتي على الجواب اللبناني كان إيجابيا ومتفاهما ونحن ننتظر حاليا رد السعودية والإمارات وينفي رئيس الجمهورية أن يكون قد اقترح على أمير الكويت إدارة حوار لبناني لبناني لافتان إلى أن الدقيق هو أنه تمنى عليه في رسالة نقلها وزير الخارجية زيارة لبنان لترحبه وبطبيعة الحال يمكن أن ذاك البحث في كل المواضيع التي تهم البلدين ومنها العلاقات مع الدول الخليجية على جبهة المصرف المركزي يقول رئيس عون أن على حاكمه رياض سليمي أن يلبي كل طلبات شركة التطقيق ألفاريز أن مارسل وأن أمامه مهلة لا تتجاوز هذا الأسبوع للتجاوب لافتا إلى أن كيله طفح من المماطلة والمناورة ويضيف على الجميع أن يعرف أن مهلة السماح انتهت وأن الوقت أصبح ثمينا جدا بالنسبة إليه ولم يعد في استطاعة أن أصبر وأتساهل إزاء الإمعان في إضاعاته وأهداره عن سابق تصور وتصميم وعندما يسأل رئيس عون عما يمكن أن يفعله إذا لم يتجاوب سليمي معه يجيب عندها يكون في موضع مخالفة قرار مجلس الوزراء وهذا أمر يرتب تبعات قانونية وسياسية ويلفت إلى أن لسليمي مشكلات قضائية مع سبع دول أوروبية نافيا أن يكون هناك توزيع أدوار بينه وبين القضية غدعون وجازما بأنه لا يضغط عليها ولا يتدخل في ملفاتها أو ملفات قضاة آخرين والدليل أنه عرف في هذه اللحظة من المستشار الإعلامي رفيق شليلة أنها أصدرت مذكرة أحضار في حق رياض سليمي وحول توزيع الخسائر يسأل رئيس عون كيف سنطلب من الناس القبول بمزيد من التذويب لودائعهم وحقوقهم بينما لا يوجد بعد في السجن ولو شخص واحد من أولئك الذين ناصطوا عليها وتسببوا في أفقار أصحابها وليكن معلوما أنني لن أقبل بأن يدفع المودعون الثمن الأكبر للحل كما دفعوا الثمن الأقصى للأزمة كما قال وردا على اتهام رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي له بأنه من أحرق البلد وأوصله إلى الانهيار يرد عون مستهجنا هل أنا الذي وضعت يدي على المال العام هل أنا الذي كنت شريكا في السياسات الاقتصادية والمالية الملتوية المعتمدة من عام 1992 وحتى الأمس القريب هل أنا من يحمي مهندس الإفلاس والانهيار هل أنا من تورط في الفساد أم أنني أحاربه عبر الإصرار على التطقيق الجنائي ويتابع أصلا تحتار مع أي ولي جملات ينبغي أن تتكلم وهو الذي يصح فيه القول إذا كان معك انتظره أن يتركك وإذا كان مع غيرك انتظره أن يعود إليك الأكيد أن المزاجية لا تبني دولة أما هجوم رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع المتكرر عليه فيرد عليه رئيس الجمهورية أيضا بالأسئلة الآتية هل أنا أذيت أحدا هل أنا بنيت قصرا هل أنا غدرت بحليف هل أنا احترفت التحريض ويضيف ليخبرنا سمير جعجع عن إنجازاته فلتكن لديه جرأة أن يجري جردة حساب ويخبرنا ماذا حقق للبلد وما هي المشاريع الإيجابية التي نفذها شغل الشيغل التحريض والدعوى إلى التنحي تصور أنه كان قد التزم مرة بأن يمنح الرئيس سعد الحريري أصوات القوات اللبنانية خلال مشاورات التكليف فنام الرجل رئيسا مكلفا ثم استفاق منسحبا بعدما خذله جعجع وتراجع عن تأييده يقول الرئيس عون هو الآن يظن أنه سيستطيع وراثة القاعدة السنية إنما لا أعتقد أن سنة بيروت سيجارونه بعد الذي فعله مع زعيمهم ولا سنة طرابلس سيدعمونه بعد الذي فعله مع زعيمهم أيضا قبل عقود ويتابع الخصوم السياسية الشريفة مشروعة ولكن لماذا خطاب الكرهية والشحن ضد الآخر أما في موضوع التفاهم يجيب عون جازما التفاهم مستمر ولا فرق بيننا وبين حزب الله نعم يحصل أحيانا برود أو جمود كما جرى أخيرا نتيجة التباينات في مقاربة بعض الملفات الداخلية وأحيانا استغرب بعض خياراته فيما يتعلق بقضايا إصلاح الدولة ولكن المطلوب أن نعالج الالتباسات ونطور التفاهم لا أن نلغيه وبالتالي فأن الأمور لا تصل إلى درجة الافتراق يكفي هذا التفاهم أنه صمم أمان ضد الفتنة الداخلية والحرب الأهلية ويشير رئيس عون إلى أن هناك حملة تضليل واسعة تحصل حاليا وستشتد تباعا للعب على العواطف الناس وأخذهم إلى خيارات غير وقعية لكنني على ثقة تماما في أن قواعد التيار تعرف الحقيقة وتعرف كيف تختار نيابيا ويؤكد أن كل التدابير اللوجستية على هذا الصعيد والتقنية التي تتطلبها الانتخابات صارت جاهزة أو هي قيد الإتمام وبالتالي نحن نتصرف على أساس أن نكون مستعدين لإجراء هذا الاستحقاق إلا إذا استجد سبب قاهر داخلي أو خارجي يفرض التأجيل وهذا ما لا أتمنى وفي ملف الاستحقاق الرئاسي يوضح رئيس الجمهورية أن ما يعنيه بدرجة الأولى هو أن ولايته تنتهي في 31 تشين الأول وأنا سأغادر القصر الجمهوري حتما في هذا التاريخ يقول عون حتى لو لم يتم فورا انتخاب الرئيس الجديد المهم أن تكون الحكومة موجودة لكي تملأ الفراغ وعن احتمال زيارة سوريا يوضح أنه مستعد لزيارتها ولا منع أمام حصولها إذا وجدت أن هناك موجبا لها وفي بعبد التقى رئيس الجمهورية لعماد ميشيل عون بعد ظهر اليوم وزير الداخلية والبلديات القادمة السام مولوي وعرض معه للأوضاع الأمنية في البلاد والأحداث التي وقعت مؤخرا ومن اكتشاف شبكة التجسس لحساب إسرائيل وحدثة خطف الطفل ريان كنعان التي انتهت بتحريره من أيدي خاطفينه وتطرق البحث إلى التحضيرات الجارية للانتخابات النيابية المقبلية أكد وزير الأعلام بالوكالة عباس الحلبي عقب انتهاء اجتماع الحكومي المخصص لاستكمال دراسة مشروع موازنة 2022 أن الاجتماع المقبل سيكون في القصر الجمهوري بهدف إقرار الموازنة ريثما يجهز المشروع ولفت الحلبي إلى أن مجلس وزراء سيطبق سعر صرف منصة صيرة في التابعة للبنك المركزي على المعاملات الجمهورية للواردات بميزانية 2022 وكان أيضا كلام لوزير الطاقة وقد أكد المجلس على أعفاء كل المستوردات الغذائية والطبية والأدوية من أية رسوم وأعباء مهما كان نوعها كما أقر اعتماد سعر صيرفة للدرار المستوفى على البضائع المستوردة على أن تسري هذه الأحكام عند أقرار الموازنة بالنسبة للسلفة الملحوظة في مشروع الموازنة والمتصلة بقطاع الكهرباء لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان وبناء على اقتراح وزير الطاقة تقرر أن هذه السلفة معلقة موافقة عليها لما بعد إقرار مجلس الوزراء لخطة إصلاح القطاع التي أعدها وزير الطاقة وسيعرضها على المجلس في جلسة خاصة قريبة أنه من أول ما ابتدينا العمل بالقطاع الكهرباء لما استلمنا بالأول لليوم نحن بلورنا خطة ابتدت بخطة قصيرة الأمد واستكملناها لحتى صارت خطة طويلة الأمد وهلأ عمنا نوضع عليها اللمسات الأخيرة تكون هي خطة جاهزة عرضنا بنوضع العامة خلال جلسة مجلس وزراء كان عليها صدى إيجابي لأنه ما كان فيه بشكل عام يعني اعتراضات وهيدي الخطة أنتو بتعرفوا إذا واحد بدي يعمل ميزانية موازنة مزبوطة بدي يحط أهداف شو أهدافنا نحن قلنا من زمان من زمان إبدا تتذكروا قلنا قطاع ما هدفه الربحية هدفه تمكين الاقتصاد والوقوف بجانب المواطن لتأمين العيش الكريم هيدول هن الهدفين الأساسيين حطينهم بأول الطريق ومن خلال هالأهداف منزلناهم وحولناهم لخطة للنهوض بالقطاع ومع هذا الخبر نصل إلى ختم هذه النشرة للمزيد تابعونا عبر فيسبوك انستغرام وتويتر وكل مواقع تواصل اجتماعي شكرا لحسن متابعتكم وتصبحوا على الفخير شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة